بالحديث عن ميزان القوة بين الولايات المتحدة وإيران فمن أصل مليون واربعمائة ألف عسكري أمريكي في الخدمة الفعلية ومليون ومائة ألف في الاحتياط نشرت الولايات المتحدة قوات في سبعمائة وخمسين قائلات عسكرية فيما لا يقل عن مائة وثلاثين دولة بالنسبة لإيران ووفقا لموقع جلوبال فاير فيتحل في المرتبة الثامنة عالميا من حيث حجم القوات بإجمال خمسمائة وخمسة وأربعين ألف جندي يعد الحرس الثوري أحد أركان القوى العسكرية الإيرانية ويضم وفق تقارير عسكرية نحو تسعين ألف جندي بينما يضم فيلق القدس نحو ثمانية عشر ألفا ولدى إيران نحو أربعمائة وثمانين طائرة حربية مقابل أكثر من ثلاثة عشر ألف طائرة مقاتلة لدى الولايات المتحدة بريا يوجد لدى إيران أكثر من ألف وستمائة دبابة مقابل نحو تسعة آلاف دبابة لدى الولايات المتحدة لكن هذا الفارق يتسع كثيرا في عدد العربات القتالية تمتلك واشنطن ثلاثين ضعفا مما تملكه طهران بينما يقترب البلدان في عدد منصات الصواريخ يعمل في القوات البحرية الإيرانية نحو ثمانية عشر ألف عسكري في نحو أربعمائة قطعة بحرية بينما تملك الولايات المتحدة عشرين حاملة طائرات وأربعمائة وثلاثين سفينة عربية لدى إيران منظومة الدفاع الجوي باور ثلاثمائة وثلاثة وسبعون التي يماثل أداءها أداء المنظومة الروسية أس ثلاثمائة كما أن لدى طهران مخزونا من صواريخ الكروز والصواريخ الباليستية وعند إيران منظومة رادارية يبلغ مداها ألفا ومئة كيلومتر موازين القوى العسكرية بين إيران والولايات المتحدة ونقاط الاحتكاك الممكنة بين الطرفين برزت أهميتها بعد مقتل قاسم سليماني المرشد الإيراني هدد الولايات المتحدة بأن انتقام بلاده سيكون ساحقا كما هددت إيران باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط أدرجتها في قائمة أهدافها بينما لوحت واشنطن على لسان رئيسها ترامب برد شامل وسريع إذا هاجمت إيران أي أهداف أمريكية قد تكون المياه الخليجية إحدى مناطق الاحتكاك المباشر بين واشنطن وطهران وفي مواجهات قد تكون غير مباشرة وربما بواسطة قوات إيرانية في مضيق هرموز أو أخرى موالية لها في مناطق مختلفة في كل من العراق والسوريا وحيث يوجد الحوثيون عند مضيق باب المندب موسيقى